وفق مجلس النواب برياسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح العاملين بالدولة وزيادة المعاشات كما وفق المجلس على تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن وكذلك مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية جلسة جديدة لمجلس النواب برياسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وذلك في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي في مستهل الجلسة العامة تمت الموافقة على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعيد مناقشة طلبات عامة من عدد من النواب السادة الأعضاء مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة لتكون مناقشتها معا في موعد واحد فالموافق من حضراتكم على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد المناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة الثلاثة عشر يتفضل برفع يده موافق رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال إلى اللجان النوعية للمجلس ستة قرارات جمهورية بشان الموافقة على عدد من الاتفاقية الدولية لدراستها وخلال الجلسة وفق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل مواد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات في مجموعه ونهائيا حيث إنه قد توفرت الأغلبية اللازمة الموافقة على هذا المشروع بقانون لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا كل التحية للقيادة السياسية على الحس الإنساني لانحياز للطبقة الكادحة من شعب مصر وهي الغالبية من شعب مصر في هذه الحالة طبعاً بوافق على المشروع من حيث المبدأ كما أوافق على الإجراءات التي اتخذها وأحبب أشكر سيادة الرئيس على مد الحماية الاجتماعية ل450 ألف أسرة داخل برنامج حماية تكافل وكرمة وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على عدد من مشاريع القوانين وهي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وخلال الجلسة تمت الموافقة من حيث المبدأ على اتفاق قرض إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأيضا على اتفاق قرض إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ويواصل مجلس النواب غدا جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين لسرعة إنجازها بهدف تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن